شفنا مشروعات كتير جديدة بتتطرح الفترة الأخيرة يعني في منطقة راس الحكمة وجنب بعد كده سيد يحنيش يعني شفنا مشروعات كتير جدا يعني الناس أطلقوها الفترة اللي فاتت طيب أنا ما زلت العاصمة الإدارية هي المشروع الأول وإن العالمين أكيد مشروع ضخم السؤال مشروع التاني وبرضو لولا الدعم الضخم جدا اللي قولته الدولة واجتماعات مجلس الوزراء بقت هناك ومؤسساته طول فترة الصيف ودعم بس الدعم الأول كان العاصمة الإدارية برضو هل هذا خلق مومنتم زخم على منطقة السحل الشمالي كله مش العالمين طبعا خلق زخم جامد جدا بقى كمان القطاع الخاص الكبار يعني مطورين طبيعتهم اللي في السحل الشمالي بقوا مطورين صحيح مطورين كبار فالمجموعة بتاعتهم قعدت تتنافس أكتر وظهرت الصفقة بتاعت راس الحكمة فزودت مومنتم المنافسة المنافسة الإيجابية اللي بينهم فأنا بعتقد أنها خلقت منطقة تانية ومصر محتاجة أن يبقى فيه قطب في ناحية الشرق وقطب في ناحية الغرب عشان التنمية متبقاش مرتكزة على منطقة واحدة بالعكس إحنا محتاجين جدا شد النمو العمراني نحو الغرب بشدة عشان يستوعب الزيادة السكانية